لم يقف فيروس كورونا عائقاً أمام تلك المدينة القديمة التي يقتنها مسيحي الأردن حائلاً دون الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة فهي مناسبة مهمة للكبار والصغار على حد سواء لذا أضاء الأهالي شجرة الميلاد التي سجلت أطول شجرة في الشرق الأوسط للعام 2009 ونظموا سوقاً شعبية في وسط البلدة أصرينا أنه نستمر بهذه المناسبة طبعاً وزي ما كمان نستمرنا برمضان ونستمر بالكريسمس وبكرة عيد الأطحى وعيد الإيستر لأنه الإنسان بدون أمل ما يعيش فهذا كان تصميمنا أنه نخلي الأجواء زي ما هي كل سنة تل إنسان يحس شوي أنه لسه الدنيا حلوة مع كل الأوضاع اللي هو موجود فيها السوق شكل فرصة لتشغيل الأسر من خلال مشاركة المنظمات الأهلية التي تقدم خدماتها للسيدات المعيلات بتسويق منتجاتهم ليشكل مصدراً للفرح والكسب المادي في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطن الأردني بصراحة يعني إحنا بهذه المنطقة بالذات إحنا مخذين كل احتياطاتنا ولهيك أنت بتشوفي في حركة بالبلد لأنه مدام أنت مستعمل تباعد في عندك تباعد عن الناس في أنت لابس كمامتك ما في شي بوقف أمام الفرح وميلاد المسيح إحنا منعتبره فرح فرحة العيد ينتظرها الأطفال والكبار حيث تمكنوا من خلال الأكلات الشعبية البسيطة والإضاءة والألوان إدخال البهجة إلى نفوسهم من جديد يؤكد الأردنيون على أنهم قادرون على الفرح رغم الصعوبات والتحديات التي تتمثل في الوضع الاقتصادي تارة والصحي تارة أخرى الأمل والفرح هما عنوان عيد الميلاد المجيد في الأردن فلم يمنع انتشار فيروس كورونا الأردنيين من الاحتفال بالعيد مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان المحافظة على صحة وسلامة المواطنين دامالكردي قناة الغد عمان